ونبقى في صفحة المعاناة اليومية فقد شكى طلاب كلية التربية في قضاء الطوز من قلة عدد القاعات الدراسية وزيادة عدد الدارسين في حين بيّن عدد من الطلبة أنهم يدرسون في كارفانات وقاعات لا تكفي بسبب زيادات الأعداد بالألاف عميدة الكلية أشار إلى أن الموضوع متبنى من قبل النائبين كريم شكور ومهدي طقي من أجل تغيير جنس الأرض قد تم تقديم طلب إلى رئيس الوزراء بذلك ومنتظار إكمال الإجراءات وينتظر الطلبة تحسين واقعهم الدراسي بشكل أفضل أسوة بأقرانهم في الجامعات الأخرى كلية تربية الطوز إحدى كليات جامعة تكريد مكونة من القسمين طلاب وطالبات كلية يشكون من قلة القاعات الدراسية طبعاً نحن كطلاب كلية تربية طوز خرمات ونحن جاء نشوف الكلية مساحتها واسعة بس جاي نعاني بسالفة القاعات جاي نعاني من هاي الأمور بالنسبة للعميد السيد العميد ما نقصره والدكاته ما نقصره إحنا عدنا هنا طلاب بمختلف الثقافات بمختلف القوميات مثل ما نقول بس الحمد لله إيد وحده ونطمح أن نوصل للأسمى بالكلية نطلب من نزالة التعليم العالي أنه توفير لنا قاعات دراسية توفير لنا مكان أكو أهواية فأنا نريد توفير القاعات الدراسية لطلاب وهذا من حق الطلاب يعني مو فدش نطلب فدش أهواية هذا من حق الطلاب بما أنه قدموا الطلاب أهواية عداد هائلة من الطلاب فنحتاج قاعات دراسية لهم قاعات اللي نقرأ بيه كل كارفانات وباردة يعني مو من مستوى الطالب أنه يدرس بهذا القاعة أبد مو من مستوىهم فنحتاج لهم توفير قاعات دراسية وأكو أماكن هواية كلية فارغة حتى إذا أكو قاعات دراسية كلها قديمة نطلب من جامعة تكريت ورئيس جامعة تكريت أن يوفروننا البنات تحتية مساحة عندنا شاسعة ما شاء الله نقول لها مساحة شاسعة ولكن الطلاب كطلاب الكلية جاي ندرس في كارفانات مكان الكلية يعني القاعات مو مرتبة يعني كطلاب نحن مثقفين ونطالب مثل جامعة تكريت مساحة شاسعة أبنية جميلة كافترية حدائق تزيين تشجير للكلية عميد كلية تربية طوس يوضح أسباب قلة الأبنية وعدم البناء أبنية جديدة في أرضية الكلية حقيقة بالنسبة لموضوع المعوقات التي تحدث في كليتنا هو أساس بناء العمادة والقاعات الدراسية طبعا كلية التربية الطوس خرماته أنت تعرفون هذه المساحة الفضاء الواسع بحاجة إلى تم عملية تحويل استعمال المباني إلى كلية تربية الطوس يعني من وزارة البلديات إلى وزارة التعليم العالية ولكن مع الأسف بقت مبلغ تطالب به وزارة البلديات هو مبلغ مالي أتمنى هذا صوتنا من الجهات الذين عملوا الأستاذ مل كريم أخذ كتاب بالنسبة ووجهه لدولة رئيس الوزراء لإطفاء الديون لأننا بحاجة إلى ماسة إلى بناء عمادات وقاعات دراسية وقاعات مناقشات كل هذا يترتب على بسبب عدم تحويل القطعة جنس إلى كلية التربية إذن المسألة مرتبطة بهذا الشيء لا بد أن نحدده إن شاء الله نتأمل خيرا في هذه الطلبات المقدمة لدولة رئيس الوزراء من قبل نواب صلاح الدين أستاذ كريم وكذلك الحاج مهدي أيضا قدم مجموعة من الطلبات إلى دولة رئيس الوزراء نتأمل إن شاء الله خيرا وجهودهم مشكورة على هذا الشيء كلية التربية توص فيها أكثر من ألف طالبا موزعان على قسمين وهما لغة العربية والفيزياء ولتحسين وتوسع الكلية يحتاج إطفاء ديون مبلغ سند الأرض الكلية من قبل وزارة البلديات لوزارة التعليم العالي لكي يستطيع جامعة تكريد بناء أبنية جديدة لكلية تربية توص لفضايا صلاح الدين كاروان زنغانا قضاء توص خرماتو